السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أو مساء الخير حسب ما حتشفوني معاكم أسمة ديهي النهاردة إن شاء الله حنعمل شوية أرئيش حلوة وسهلة وخفيفة جدا هعملها معاكم سادة وبالينسون قدام حضرتك في العجان جبت كيلو من الدقيق ونخلته الأول كويس جدا بعد كده نزلت عليه بثلاث معلق كبار من السكر الخشن خلاص نص معلقة كبيرة من البيكنج بودر معلقة كبيرة من الخميرة الفورية معلقة صغيرة من الملح حقلب بقى الكلام ده كله الأول كويس جدا قبل ما أضيف السمنة والزبدة والزيت لازم حبيبتي أتأكد إن كل المكونات اختلطت مع بعضها هنزل عليهم كمان خمس معلق كبار من السمسم لسه معانا ينسون بس مش هديفه دلوقتي وحقولك ليه في الآخر خدي بالك معايا القرائش دي دايبة بتضوف البق دوب يعني متقربة إلى حد ما لكحك العيد تمام بعد الكلام ده كله مختلط مع بعضه حبتدي دلوقتي أنزل بالمادة الدهنية أنا هنا مستخدمة زيت ومستخدمة زبدة ليه أولا لحيبقى فيه طعم ولا ريحة وكمان الزيت بينشف النواعم تحديفها في الحيط ترجعلك تاني تمام كده بصي كده دي أول مرحلة للتبسيس طبعا التبسيس بالإيدين أنا عملته معاكو قبل كده كتير باخد كده العجين على كف إيديا زي ما يكون بخص الرز بالزبط وقتين كده أدعك فيه لحد لما العجينة تطرى معايا وكل ما حتطرى معايا كل ما كان أنعم أكتر يعني باختصار كل ما حبسس أكتر كل ما العجينة حتبقى طرية مش هتاخد مني كتير مية وبالتالي العجينة حتبقى نعمة معايا أول قرقيش هتبقى نعمة معايا وبتدف البق دوب خلاص كده بعد ما تبسس كويس جدا نزلت عليهم بـ 250 ملي من المية حابة تستخدمي لبن مفيش أي مشكلة حابة تستخدمي مية النتيجة واحدة تمام؟ يدوبك بس كده العجينة حتلمي معايا وبعد كده حوقف العجين طب بالنسبة لإدينا لو استخدمنا إدينا بترطيف إيديكي أو بصوابع إيديكي حضرتك حتنزلي بالمية كلها دفعة واحدة وبعد كده حتلمي بترطيف إيديكي العجينة حتلمي معاكي بسرعة زي ما حضرتك شايفة كده أنا مشغالة هنا العجين أول ما حطيت المية على السرعة الأولى يدوبك العجينة لمت معايا وبعد كده على طول حوقف العجين وهشتغل فيها على طول أنا ما بيسيبهاش تخمر الأول أنا بيشتغل فيها وبعد كده بيسيبها تخمر برحتها لو وصلتم معايا لحد هنا أتمنى من حضرتكم لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عالكل عشان يوصل لكم مني كل جديد ركزي بقى معايا في اللي جاي العجينة مش طرية ومش ناشفة أخدت كده بسم الله الرحمن الرحيم حوالي ربع العجينة والباقي حضيف عليه معلقة ونص من الينسون المطحون أنا بديله طحنة خفيفة في الكبة عشان ريحته تظهر وتبقى قوية تمام؟ لأن عندي بيحبها سادة وعندي بيحبها بالينسون حتديه ملفة واحدة بس وحفصل العجين وحشتغل على طول أهم حاجة حبيبة قلبي ما تطوليش العجن لأن كتر العجن في النواعم بيخليها تعظم وتعمل عرق خلاص؟ تعالي بنا يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشكل الأرقيش حاخد كده كتعة صغيرة تعالي بس الأول أوريكي العجينة عامل ازاي؟ بصي كده ما فيهش عرق ازاي؟ متفتلة وبتتقطع من بعضها حبروما كده الأول حوريكي حاجة وبعد كده حقولك نعمل إيه؟ وأنا برولها حتتفتح من بعضها مش معنى كده راح أجيب مية أو لبن أو سمنة وأحطها عليها شايف الكلام؟ حاجة عاملة إيه؟ حاجة محننها بين إيدي يعني إيه؟ أحننها يعني أدعاكها بين إيدي العجينة حتطره وحتبقى زي الفل وكمل الوصفة عادي خالص أوعي قلبي تحطي مية لأن المية بتخلي النواعم تعظم خلاص؟ ابتجي بقى فردية كده بكف إيديكي وهاتي يلا على طول القطعها وأطعي بقى برحتك خالص حسب السمك اللي حضرتك عايزيه سوي كده من الجناب يمين شمال قطعها كده بالراحة حسب السمك اللي حضرتك عايزيه أول حتة من يمين وأول حتة من الشمال باخدها كده وبعيد تشكيلها تاني على طول حنرصها في صاغ مش مدهون أي مادة دهنية واعمل غيرها تقدري حضرتك ترسي في أي حاجة القرئيش من النواهم اللي أقدر أشيلها من مكان لمكان يعني حضرتك رسي في أي حاجة دلوقتي ولما تيجي تسوي يسوي برحتك خالص هتاخد مني وقت قد إيه إحنا دلوقتي في صيف مش هتقل عن ساعة طيب بالنسبة للخمر اللي أرقيش حبيبة قلبي شكلها ما بيبقاش خمرون مقارنة بالمعجنات الأخرى وخصوصا النواهم النواهم حبيبة قلبي مدامة نعمة يعني عجنتها نعمة ما بتخمرش خلاص بصي هنا كده حننتهى شوية بصي بقى التشكيل بقى سهل إزاي بالنسبة للدقيق المستخدم يا قلبي أنا مستخدمة دقيق خاص بالبسكوت والنواهم أو البسكوت والكحك حضرتك عايزة تستخدمي دقيق متعدد الاستخدمات ما فيش أي مشاكل بس اخد يبالك ممكن ياخد أكتر من كده ميا يعني ممكن يزيد معلقة أو معلقتين من الميا بصي بقى الكلام كده خمرت معانا شكلها زي ما قطعناها زي ما خمرت حجمها ما بيزيتش طيب عرفت إزاي إن هي خمرت بشم رحة خميرة مالية الدنيا تمام التسوية درجة حرارة ما بين 180 ل200 درجة خلاص بشغل من تحت ما بشغلش الشوية بصي بقى شايف النقشة من الجناب شكلها إيه النقشة دي أو الرسمة دي بتاعة العجلة اللي أنا قطعت بيها بصي ما زالت موجودة إزاي ده بيدل على إن الأرئيش نعمة جدا بصي كده أنا بيينتهلك أكتر وأكتر إزاي يعني أنا بعرف الحاجة نعمة من النقشة اللي موجودة فيها مدامة النقشة موجودة بعد التسوية بعرف إن الأرئيش نعمة من قبل ما دقها أو النواعم عمتها النعمة من قبل ما دقها بصي بقى جمال إيه رأيك طبعا ما بحركاش من مكانها غلما بتبرد تماما تماما تعالي بقى كده نقطع واحدة مع بعض ونشوف الدنيا ماشى معها إزاي مش عايز أقول لحضرتك اتنسف اتنسف طعمها حلوة قوي قوي ونعمة وبتضف البق دوب تكلفل هنا يا رب بصي كده بسم الله إيه رأيك بقى شايف قلبها مفرغ إزاي ومش متحملها حد يلمسها بتضف البق دوب بس أنا بوريكوا باكل من كتر حلوتها ورحتها لقلب الدنيا بأكد تاني على حضرتك لازم حبيبتي تتبسس كويس جدا لإن كل ما حبسسها أكتر كل ما حتطرى معايا أكتر كل ما كميتي المية المستعدمة حتقل وبالتالي اللي أرأيش هتطلع معايا نعمة جدا شكرا لكم مع ألف سلامة